لا بوادر تشير إلى اقتراب التوصل لتمرير الموازنة الاتحادية لعام 2019 خلال الجلسات البرلمانية المقبلة هذا ما توصل له أحد مراكز الدراسات معللاً الأمر باستمرار الخلافات السياسية بين الكتل في البرلمان الخلافات بشأن إقرار الموازنة بدأت في تشرين الأول من العام الماضي حينما عرض رئيس الوزراء السابق حيدر لعبادي المسودة الأولية للموازنة وقبل يوم واحد من تولي عبد المهد المنصب قدم مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان واقترح القانون أن يكون الإنفاق الكلي حوالي 132 تريليون دينار وقد بدى واضحاً خلال الجلسات السابقة للبرلمان عدم استعداد الكتل السياسية للمضي قدماً في تمرير الموازنة من دون إجراء تعديلات جوهرية عليها خاصة من ائتلافي الفتح وسائرون إذ أشير إلى ضرورة أن تعكس الموازنة أولويات البلد بدرجة أكبر ولسيما في مجال الخدمة وخلق الوظائف اللجنة المالية البرلمانية أجرت مراجعة شاملة لمشروع القانون وبينت أن الموازنة في شكلها الحالي لا تلبي تطلعات الشعب وبعد أربعة أيام عود البرلمان عقد جلسة لمناقشة نتائج اللجنة ومن بين 47 توصية قدمت إلى اللجنة المشتركة لم يدرج سوى تسعة منها فقط في مشروع القانون المعدل المناقشات البرلمانية بشأن الموازنة كشفت عن الانقسام بين الالتزام بالإصلاحات المالية والسياسية لتلبية المطالب الشعبية للمواطنين ومع وجود الكثير من المطالب والتمسك الداخلي القليل داخل البرلمان سيكون من الصعب على الحكومة إرضاء الأطراف الكافية للحصول على دعم الأغلبية لتمرير مشروع قانون الموازنة في البرلمان